اشتركوا في القناة 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 خالص 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 ماشي طيب دي المفاجأ الأولانية اشجيني بقى بالمفاجأة التانية أول مكالمة ساعدتك عمالة المحامي بعد ما قفل مع الواد تكلم واحد اسمه رامز أيوب فيه المفاجأ؟ رامز أيوب ده معالباشر مدير جيمي كبير قوي صاحبته قمية هانم عز الدين مرات نادين بيه كمان أم عيانه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشكبه تشكبة تشكبة هكذا ال converts تبا متأكد ما الكلام دة؟ طبعا يا فندم هو مستر ناديم كمال أي حد ده من أهم الجسس اللي عندنا ولو كان جيه ميها فعلاً أنا كنت أكيد شفته يا سيد ما يمكن جيه وحضرتك كنت موجود في حد تانية يا فندم في حالتي الضيوف الفي اي بيز حتى لو كنت موجود في المكتب بتاعي زميلة بيبلغوني علشان آجي بنفسي أرحب بيهم ومعتقدش حضرتك إن في حد مهم قد ناديم بكمال أول ساعدتك بس كاميرات المرأبة بتثبت إنه طلع الدور ده بالتحديد وطالما ساعدتك ما كانش يواخد قهضة أو سويت يبقى ده المكان الوحيد اللي ممكن يخشه ساعدتك ليه يا فن؟ ما ممكن حضرتك يكون طويلة يزور حد في قطو وبشكل برايفت ايوه بس كارت الأسانسير ساعدتك ايوه طيب شكراً يا سيد تحت عمرك بس أنا اللي شغلني ساعدتك إزاي ناديم كمال هيحصل على كارت الأسانسير إذا كان هو كارت إيه يا خالد كارت إيه هو لزي ناديم كمال ده هيخلق في كارت إحنا اللي همنا دلوقتي إن معلومة زي دي تقوش كوكنا إنه كان موجود ساعد وقوع الجريمة مش هيقدر دلوقتي يقولنا إنه كان طالع إجزيكتف كلاب علشان كان عنده اجتماع علشان يقابل حد إقراني بقى قريك ساعدتك بس ساعدتك لو ناديم كمال أزبط فعل إنه كان موجود في قوضة أو سويت بتاعت أي حد ليه تشاوم تاني ما قولنا نفرد نقول يمكن ربنا يكرمنا والله يا بصمته عالسلالم يمكن ساعدتك تقول يا رب يا رب ساعدتك مع الباشا يا أعمال ساعدتك إحنا أخذنا إذن النيابة فعل نفعنا محطلنا لنمرض حد المرابة بس ما أتقلش مع الباشا المرابة دي هتوصلنا لحاجة يا أكون حذرا جدا مع الباشا هو أبتكلم ليه تشاوم انت راخر إنتو في إيه نحل عليكم النعاردة دلوقتي إنت مرات ناديم كمال يا سيدي ما تتقمسش قوي كده دي مجرد فرضية سوما أنت بطول أساسا إيه اللي حيخليك تبقى حاذر قوي وإنت بتتكلم في التليفون حيجي في دماغك يعني إن في حد يجرؤ إنه رأبك لا مع الباشا صح؟ صح يا فاني صح أو لا يا أعماماد صح يا مع الباشا مع الباشا لما كنا نشوف لست المكالمات المسكلة على التليفون يا ساعدتك لقينا حاجة غريبة أوه مع الباشا أيوة بقى قولي حاجة تفرح هيا ما تفرحش أوه ساعدتك ما بين أي مكالمة سجلناها ورقم مديم كمان اللي عم دينا طبوية طبوية ما دي حاجة متوقعة أكيد بيتكلموا بعض على نمر برايفت إنت بقى بإذن النيابة اللي معاك ده تقدر تطلع كل أرقام التليفونات اللي تخصوهم في كل الشركات المحمول وتعمل لها تعقب ومراب أكيد في مرة من المرات حنصطدقوا مما بيكلموا بعض بهم مش معقولة يعني ما بيتكلموش غير وجعا لوجعا إحنا بس نصبر شوية وما نستعجلش في الاستنتاج أبوس إيديكم حاضر معاك باشا على مونة ساعدتك إحنا عرفنا النهاردة بليل إنها تروح الجنة وهي ورنز من المحامل أكيد معاك باشا عشان يعرفه ويعملوا إيه مع الوقت طبعاً هنسجل الكلام ده جارفاً تمام تمام يا عماد تمورني ساعدة أكيد إن شاء الله ربنا حيوفقنا في القاعدة بتاعتهم دي وهنوصل لحاجة جيد عايكونوا بيتكلموا على راحتهم أو خلونا نتمنى إن هم يقودوا يتكلموا على راحتهم وليه التشاوم يا باشا ما تخليك متفائل زي ساعدتك ماشي يا سيد بعد تحدي الساملة طلعت هي في الطريق مع الباشا تحب نوديها على المكتب على طول ساعتك؟ لا أنا مش عايزة تحس إن في أي حاجة مريبة خليه فاهمها إن النيابة عوزها علشان تتعرف على حاجة تخص صف سليم في السويد بتاعها طيب هاوم أنا أبص على الشريف راسخ وأرجعلكم على طول أخبار وإيه الود منذوب المبعدة؟ معال باشا تليفون مقفول وقالهم أفتحه نجيبه لساعتك يا باشا طيب أنا مش عايزة قبل ساملة طلعت إلا الودة تحت إيه دي تعليمات معاليك يا باشا تمام يا فاند ها كمال إيه أخبار برساعد؟ كله تمام ساعتك بعطونا تقريب لمعلومات اللي عرفوها لحد دلوقتي الرجل الأمريكاني نازل في فندق هيلنان والمفروض إن الصبح طالع على المركب اللي مسافر أبروس والنهار دا الصبح كان في شركة الشحن بيخلص إجراءات شحن سنديق سنديق؟ يعني إيه؟ السنديق إيه دي؟ والله التحريات بتقول إن هي موبيليا اشتراها من دوميات من دوميات؟ وده ليح إمتى إن شاء الله يشتري موبيليا من دوميات؟ ده راجل المفروض إنه أول مرة في حياته بيجي مصر فضل قاعد مرزوع في القوضة ماتحركش منها طول فترة إقامته قارف من إن بدوميات والموبيليا ألف دوميات؟ وبعد المركب اللي طالع فيها دي بتحمل في وشها تلاقيه على رصيف الميناء يعني؟ ولا المفروض في حاجزة قبلها قبل ما تسافر بفترة؟ مش جايز حتى كباشا يكون ده السبب اللي خليه ما يغادرش القتيل عشان يتم الصفقة دي؟ يا سيدي كاتب ورع القتيل إنه جاي الغرض سياحي وبعدين ده جاي طرازان لا في شركة معاه ولا مرافق سياحي فجأة يبقى مهتم بالموبيليا ألف دوميات؟ سنة دي دي فيها إيه؟ الموضوع ده فيه ريحة مش لطيفة كده ساعدتك مقدم ناجهر حاجة واحدة بس بصمته اللي على السكينة قول دي شوية بصمته على السلاح الجريمة دي شوية عايزين نتصرف بسرع بيقولك مسافر بكرة؟ عايزين نتعامل معاه؟ معاه البشر الراجل ده أمريكاني وحيك أعلى من عارفين يعني لازم نبلغ السفارة الأول لساعة ده آه وعلم السفارة تبعت المندوب والمندوب يحط منخيره في الموضوع ويقيمه الموقف يكون الراجل خلع بالسلامة لا لا إحنا نعمل الصح ونحط إيدنا على المشتبه فيه حتى لو غلطنا في الإجراءات أحسن مئة مرة من إحنا نمشي صح وراجل يفلق بالمركب على أمسيبة ونعرفش نجيبه تاني ناسف ساعتك إذا شايف يعني بعد إذا ساعتك إن الوضوع ده هيعمل لنا مشاكل أنا باكترح يعني إن إحنا نبلغ الأول وبعدين نشوف ساعتك هنعمل إيه؟ خلد بيه أنا مسؤول عن القرار اللي باخته أهمنا كداش وبعد إما إحنا هنمشي القانون إحنا هنعمل المسكرة بتاعت التحريات وحنعتمدها من الإدارة وهنرفعها للنيابة علشان تؤمر بضبط وحضاره بس علم الإجراءات دي تخلص أنا عاوزك تتفضل تروح على بورسعيد وتجيب للراجل ده من أفاة وأنا المسؤول بكرر بس المهم إنك إنت تتصل بالمدرية بيوم هناك علشان يفضلوا حطين عينهم عليك حد إنت ما تروح يا أمريكا باشا نحس الموضوع مش سهلة باشا كرايا خلد بيه؟ إحنا هنبقى خارعين علشان أمريكاني ولا إيه؟ ما قولت أنا المسؤول اللي باس بساعتك أنا عارف الموضوع مش هقدي بالسهل بس هنعمل إيه يعني؟ بس مدوا على سلاح الجريمة الله لازم تطلع ليه إنت بحاجات كده؟ طيب بص أنا جات لي فكرة علشان نأمن نفسنا وبرضو تقدر تروح تاخد أقواله بشكل رسمي وهنعمل ده إزاي إذا كان ما حصلش من أساسه؟ هنجدف ورقة رسمي؟ دي صمعة أوتيل يا باشا هو أنتو ضد الكسب بشكل عام؟ ولا ضد الكسب بس لما يبقى في ورق رسمي؟ على فكرة أنا وفقت بالصعوبة إن أنا أقفل كل الملفات اللي فاتت علشان ما فقدش تركيزي في القضية الرئيسية لكن لو تحبوا حضراتكم إن إحنا نفتح كل الملفات أنا ما عنديش مانا أه؟ وبعدين سمعة أوتيل إيه اللي حضرتك بتكلمني عنها؟ بعد كل اللي حصل ده؟ إنتو لو قلبوكم على سمعة أوتيل فعلا يبقى لازم تتعاونوا معانا علشان نحط إدنا على الارتكب الجريمة المنايلة دي وبسرعة على فكرة اللي بقوله ده مش اقتراحات ده واقع ولازم كلنا نتعامل معا أعظن كلامي واضح أيوة بس اللي حريك قلته ما حصلش مين اللي قال السيادتك كده؟ اتفضلوا معايا وإنتو تشوفوا بنفسوكم اتفضلوا معايا يلا ما حصلش إيه اتفضل ساعتك هي دي القوضة اللي كان نزل فيها الخواجة كوبوي؟ تمام ساعتك هي بس يا أخي واضح إنه بهدلها آخر بهدلها ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تشكله كان ساكران طينا اتفضلوا ساعتك تاب هو فاكر نفسه ايه؟ فاكر نفسه مين؟ عشان أمريكاني يعني حيبقى فوق القانون؟ لا احنا أسفين جدا هو لازم يحترم قوانين البلد اللي هو جاي يزورها الله مش يحترم قوانين البلد اللي جاي يزورها مش يبقى محترم كده لا كنال هو إحنا نستجري إن إحنا نعمل كده في بلدهم ولا ده جزتنا مثلا يعني علشان كنا محترمين معاه وتعاملنا معاه لمنتهى الاحتراف ما هلضيش حد فينا أبدا من القتيل يعني إنه يشيك على القوضة قبل ما الراجل خواجر رزل ده ما يغادر الموظف بقى اللي ساب ويمشي من غير ما يشيك وراه فاتعمله غزة والمحضر ده اتعمل امبارح في اسم قصر النيل ولا أخلت بيه حصل ساعدتك يا باشا إيه اللي حصل؟ بتعمله محضر يا باشا فيه؟ في اسم قصر النيل ساعدتك يا بتانى حاجة من عندي ده كلامي ثانية واحدة القتيل عن نفسه ابتلع الإهانة القتيل ابتلع الإهانة قالك مش مشكلة ما هيش يعني أول مرة حاق حد حيهننا فيها ولا حاجة عادي إنما اللي مش ممكن القتيل يسكت عنه أبدا هو حق القتيل في تعويض هذه التلفيات القتيل كمان مستعد من التصالح معاه من منطلق إنه أول مرة يزور مصر ومصر دي بلد مضياف زي ما كلنا عارفين ونرحب دائما بسادة السياح والزوار ولكن في إطار من احترام الشرعية والقانون كفاية كده لا أخش على الحمام بقى يا باشا لا كفاية أول لا أخش على الحمام بقى لا كفاية كده لا حمام ولا غيره طب بالمراية ولا مراية أرجوك سوى بصراحة القتيل ده شيك أسازن حضرتك معلش الله حظاك محبوبة أسازن بصراحة القتيل محبوبة أسازن محبوبة أسازن وماردش انه يحاسب على حاجة اهو كل ده ماردش يحاسب عليه طب اللي قطل يعني حيصرف عليه حرام! ده فلوس مستثمرين غلابة عنزنا حضرتك لحظة كده طب افرد بقى ساعتك النيابة بعتت الراجل ده للطب الشرعي والطب الشرعي للاقى سكران ولد يولو يبقى هي الموقف استحالة! اقول لحضرتك ليه حضرتك لو رجعت قائمة الروم سيرفيس هتكتشف ان اخر حاجة طلبها الخواجر رزل ده مع اخر عشاء ليه كانت زجاجة خمر كبيرة فاخرة فده يقول لحضرتك ايه يقول لحضرتك انه لو تعمله اي تحليل دم هنكتشف ان فيه نسبة كحول عالية في الدم وحتى لو ما كانش شرب بالازازة كلها فده برضو دليل على انه شريب من النوع التقيل بس اقولك حاجة سؤالك حلو بجد سؤالك حلو ويدل على حاسة امنية دقيقة ورفيعة المستوى بس انا برضو حب اقولك ان النيابة لما تيجي هتهتم اكتر بكتير انها تلاقي تفسير لوجود بصماته على السلاح الكريمة بسيطة 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 شفتوا فعلا؟ طيب ماذا؟ الحقني أوام الحقني الحقني أوام الحقني على الجنة الوسباني يا سيدي يا سيدي حسن باشا ها؟ ايه الأخبار؟ يا أهلا يا أهلا مش عايب برضو الصحافية شاطر ازايك تسأل سؤال زي ايه دا؟ مش المفروض ان الصحافة هي التي تصنع الأحداث؟ والله ما اخدناهاش في الكلية دي أنا اللي عرفوا ان الصحافة بتغطي الأحداث يعني ما قلت ليش حضرتك انكوا قبطتوا على الشريف راثخ أنا لما الخبر وصلني كدبت نفسي قلت مستحيل خبر زي داي وصلني من بره وهو أنا لما قبض على حد المفروض ان انا بلغ الصحافة ما اخدناهاش في الكلية دي أنا مستجدتي بأحاجة من الدين أما زعلتي يا أما لو هي تقولي حاجة تزعلني صح؟ على لمو يا أستي أنا ما قلتلكيش علشان أما ما مش شايف انه قاضى عليه مهمة أساسية ازاي بس يا باشا؟ إزا كانت صحافة مصر كلها هنا وبقرب هتلاقي صوت electronics في الصفحة الأولى في كل الجرائز والمجلات والبرامج حتى حاسس كده انك بتلفي و تدوري عشان تقولي كلام من عينة وانا محتاجة ان انا انفرد بنشر حاجة عن بقية الزمل اللي موجودين دولي بس انا عارف انك مش هتقول ايه عشان احنا علاقتنا اكبر من كده ماشي يا باشي انت صحيلي اكتر من لازم من هذا بس هقولك ايه حقفك ده عائل الصحفي لما يدي المصدر بتاعه فرصة ان يزنقه بدل ما هو اللي يزنقه مربع بتاعه تاني مصدر تاني بصي انا مصدر دي بتحسسني ان انا مخبر في العياد بصراحة بس يزيبك انت اجدع حاجة فيك انك بس انا ما اعتنيش كلام من نوعية بقى ده جزاتي ان انا ساعدتك خصوصا ان انا اللي فهمه انها مساعدات باجل الله والوطن صح او لي ايه؟ بالله انك شاهد وياداش بس تلوان تتكلم بالروان ده يعني شكلك كده حاطت ايدك على خط مهمة اول في القضية يعني مثلا لقين بصمات نديم كمال على اسلاحك دي كمال وهو ده لو كان حصل كنت رديت عليك اساسا ولا اعرفك والله طيب هي دي اصلا اخرت خدمة السلطة الغشمة شوفتي شوفتي اديك اولتيها اخيرا اهو ايوا اخيرا اه اول ست ما تستعجليش كلها ساعة وموضوع بصمات نديم كمال ده يتحسي بيك علي اول ما ينفع ان الموضوع يتعرف هتكون اول واحدة تعرف وده مش حقق القانوني انما ده حق الجدعان يعني الحاجة اي مالهاش علاقة محظم كمال ومالقسر السعادة اللي فسودة قطي ها ايه يا باشا مش هتقولي حاجة حتى لو مش لناش لا وعلى ايه طيب ما قولك حاجة لناش مجد؟ يعني هتجيني فراد البرنام بتاعي؟ ها 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 ه ها 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 طوله قابلي بدحاخلي جدا الهواس الصحفي بتاع نحنونا مفرد ما بيفقيعنيش اكتر منو بقى غير موضوع حصريا اللي طلعلنا بها الفضليات دLWETte دي بص دع ايب ناشا انا افراض الحديد الي واصبع المرضة ها متى اعرفة انت لو كنت ابراتي وطلبت مني الطلب ده؟ أنا كنت طلقتك في التليفون أولاً أنا ما طلبتش منك حاجة وتانياً أنا مش عابيت عشان أتجاوز الظابط مباحث أصلاً لا والله أنا كمان مش عابيت عشان أتجاوز الظابط مباحث حياة باشاة وبعدين مش هتقولي حاجة هاي إيه؟ لأ حكاية شريف راسخ دي تنسيها خالص حتى لو كنتي بنت رئيس تحرير الأهرام شخصياً مش هتاخدي مني أكتر من اللي هيخده أي جورنالجي زميل آه أيها يعني دي كليشي بتاعت وقد صرح عمصدر رسول وأنا التحقيقات الآن جارية والكلام لها يعني مفيش أي حاجة كتيرة هقدر أشورها دولاً على كل الناس دي؟ والله فكاري بقى يعني أنا لو مسك قضية زيتك وقدام المعلومات الأولية خلي بالك أنا بقول لو لو أنا ساعتها مش هتعامل مع شريف راسخ باعتباره متهم لكن ممكن مثلاً هتعامل معاه باعتباره شاهد لكن أرجع وفكر تاني وأقول لنفسي الله طب شاهد على إيه؟ هو ما كانش موجود ساعة وقوع الجريمة يعني شاهد ما شافش حاجة يعني أنا لو مسك قضية زيتك ممكن بالكتير أتعامل مع شريف راسخ باعتباره مجرد مصدر معلومات حول ما حدر قبل وقوع الجريمة وانا لو بدرس قضية زيتك وقداني هؤل المعلومات الأولية إيه خلي نتعامل معاك يعني مثلاً ممكن يكون المعمل الجنائي ملقاش بصناطه على سلاح الجريمة وممكن يكون الشهود أكده أنه من ساعة ما ساب القوتيل ما رجعوش تاني وممكن مثلاً يكون تم القبض عليه في جامع قريب من مدافن أسرته وشهدة الشهود متأكد أنه فضل في المكان ده من ساعة مساب القوتيل يعني أفهم من كلامك أن المعمل الجنائي لأبا صباح تنزلتك بها على سلاح الجريمة وانا قلت جدا وانا قلت انك قلت جدا أنك أصلاً كنت مكان من نفس ايه دا؟ اه اولا بشافك ويدي دا ايه بعد اه التليفون المطلوب مرفوع مقاطع من الخدمة رجوع اتصال على المغربية شريف راسخ مين؟ انا مش حارف سماء شريف راسخ انا معرفش حد بالقسم دا قلم دا شريف راسخ شريف راسخ يعني ايه استدعوك تاني؟ انت مش قليت بأقوالك وخلاص مش يكلموا حد من أهلها يتعرف على العزيك تتعرف عليك؟ هم أهلها في ايه ولا في ايه بس يا مام؟ الله يكون فعالها انتي لا ايش يا حبيبتي هي مرحلة وفتعاد كان مهم بس ان احنا نوصل لمن العمل الجريمة الباشع دي يا رب يا بنتي عشان نخلص تفتكريها نخلص؟ لحدي هدو مبتدين يعني لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لحدي يا أستاذ بنا يا أستاذ غانب أستاذ الكبير لا يا أستاذ التعدلات وصلت ورجعت عليها بنفسي زي مساعتك عايز بالزبط لا 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 طمم أنا كنت بصراحة بكلمك عشان حكاية تانية خالص كده طقت في النابي أي يعني أستعين بيك كده طالما شاهدك مفتوحة عشان تسعفني بأسلوبك الأدب الجميل ده إحنا جات لنا معلومات إن شريف راسخ التقمة اللي موجهله في أكل صافي بعيد عنه خالص أراحة لحد تاني إيه اللي بتأكد؟ طبعا متأكد هننفرد بالخبر ده بكرة الصبح إن شاء الله عشان كده أنا كنت طالب من سيادك تكتب لي بورتورية كده أدي خمسمائة كلمة بورتورية قادمة كده بلغة الجميل الرصينة دي هجيب كمان يا سيدي الدكتور الشهواني أستاذ الطب طبعا نكتب التحليل عن شخصية شريف دي هو طبعا الشهواني وفيه خيره ده اسم على مسامة عناية ساعة كويس طب عشان خطرك ساعتين بس خلي بالك الصفحة مستنياك تؤمور ساعتك من ساعة ما جاينة واني بسامة الهبا دي ما فلتش وش ولا كانوا مبتان فقط اللي ليه دور في اللحوصة اللي فرحي هو انا فيش حد مسؤول عن سعارة حد او تعست حد الانسان هو لا بسنع قادره بنفسه هي دي خلاصة تجربتي في الحياة وانا كمان مقدرش غيش نفسي وقتها النديم كمال ده باقي ان كان اللي عملت من السبب تاعسلي يا دكتور فوق بقى وافهمني لو سمحت انت لو دلوقتي وجهت التهام لنديم كمال قدام النيابة انه كان ورا محاولة افساد علاقتك الزوجية بارسال سي دي يتضمن كليب فاضح ليه مع المرحوم امراتك وقت ما كان فيه بينهم موضوع الزواج العرفي ده ان هي ما هتستدعيه وحتحقق معاه رسمي وحتواجهه برسائل التهديد انه صافي سليم الله يرحمها بعتتهاله قبل ما تموت مباشرة خصوصا بقى انه كان فعلا موجود في الفندق وقت وقوع الجريمة بتقصر ايه حدثك بالوقت وقوع الجريمة؟ يعني ايه بقى مش فهم يعني حدثك لو بتعتبر ان الجريمة هي قتل صافي مراطي او زوجتي او في كل الاحوال اللي عجني عليها فالوقت ده معروف ويمكن التعرف عليه عن طريق التطب الشرعي انما لو الجريمة تمت قبل قتل صافي او ابتدت من سنين طويل اللي قتل قتلها فده اللي احنا مفروض نتعلم شوية في تحديده ومعرفشك انا الطب الشرعي ايه برهب كل التقدم اللي حصل فيه ده يقدر يفيدنا في المجال ده او لا شوف حدث الزابت انا هكلابك ملتظ صراح لاني استرحت لك لازم قبل ما نحدد وقت وقوع الجريمة نحدد ايه هي الجريمة الاول مش بيقولوا فهم سواء النص الجابة برضو تحديد الجريمة هي نص الطريق بتحديد الجابة شوف يا دكتور انا بقالي سنين طويلة في البوليس وشفت تأثير الصدمة على ناس كتير اهو يعني شفت ازاي ممكن الصدمة تخليك تبلم او تخليك تنهار او حتى تخليك عدواني انما ان الصدمة تخليك لمض ورزل فبصراحة دي اول مرة تحصل لي العمون انت حر وده اختيارك الى جنة الخلد يا شريف اراسخ افتح يا ابن انت بعض下